السلام عليكم حبيباتي اهلا بكم على قناتكم وغساة ليلي انتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير كما ترون الفيديو تانا كما لعدها الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنا البنات اليوم روتين خفيفة ضريف لقطات من يومي دلت لكم وصفات يعني يزوج وصفات كما اشتماعي في بداية الفيديو الوصفة اللولى يجي خفيف ويجي رائع ودلت لكم قراتة بالبطاطا والبشامل ودجاج ان شاء الله الوصفات وهذا الفيديو يعجبكم انا وغلا حبيباتي كما لعدها الصباح اه ولا نوري لكم شوية الحرة عدنا شباب بزاف ما نحكي لكم مش الحرة مطرطق البنات كما نقولوا رابيعي فريمون هايل حالي تقعد تيوق وتما كفلي طاج حالي تقعد تيوق على الشامق وهو حاجة اللولى اللي بديها الروتين تاعي هو الماشين هاد اللي غيدو كما اشتماعي قلحتو من داني اخفام السالون وهذا اللي فيه الدوري تنقلحت تهمل ملاشتون بتاعي بتيت وراح نقصل ندير ماشينا غيتع اللي غيدو وحدها انا اللي بنت برد موري لكم هادا نشره من ينباح بارتو قاع فليقران سيخفاس وراح غالي شوية فليقران سيخفاس يديرون قريب غلسان كورو بس انا الشيطة من اكسيون جايها كغوز جاي هوا انغران كما كبتشوفو هاكا هو نبرا ما نديرو فالطمبور مع القش مع الولنج وانا ينسيت ندرتها كو تبلحت لاماشين دجا درتها كما هاكا في القجر ونديرو لها لسيف كما كبتلاحدو ووالا ميابخي ده بخيرونس ديراكتما في الطمبور مع القش تحكم ولا هاكتها نكزع مرهي دوبة ندرت لها لسيف تعيج ووالا نديرو لاماشين اكس بخص البنت وفالت نديرو لاماشين نديرو لاماشين وانا ينزل وفي سيف تحكم وانا يكون من الدرس وانا يتبه وانا يكن من درس وانا يساعدنا وانا يبراو لاماشين خبز الملعقة كبيرة ونصف خميرة الخبز خبز الملعقة كبيرة خبز الملعقة كبيرة سوف نضيفي الملعقة كبيرة ثم نضيفي السفين عجينة يضيفي بيض ثم نضيفي حليب ثم نضيفه نضيف حليب نضيف ملعقة كبيرة للزبدة و مرغارين نضيف ملعقة كبيرة للزبدة نضيف ملعقة كبيرة جدا نضيف ملعقة كبيرة قمت بالخبز بغير كبيرة تضيف ملعقة كبيرة نضيفها الاخراء ونضيفها لأخري ونضيفها ونضيفها أخري كما تشاهدون كما تراها في غرضها شوية البرد الحراه بارد ونضيفها في الفور لا تتعليق بمشي تحمل ونضيفها للفور كما تنظيفها ونضيفها بولات كما كما تسمى كما تلاحظون ثم نفاصل الخبز نضيف نضيف خبز نضيف 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 هنا الملعج days ملعج نضيف ملعج دائما نغلق عليها مليح نغلق عليها مليح ننسيت سانوج في العجينة نضيف مليح لذكر نضيف مليح يغلق عليها مليح نضيف مليح سنقوم بتحضير كبير بشكل كبير نضمي بشكل انطقة كتاستروف بالميس نشرت الخبز التاعي 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 نضيفه على 180 درجة نحن مع الخبز بخبز نشرت الخبز نشرت الخبز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنزل اشتركوا في القناة اليوم اجفوس اشتركوا في القناة اجفو الاتوغ فوقكم تشاهدون الردوية تشاهدون الهواء تشاهدون الحياة بالمضاء باب في ايضا يوجد قشف القشف أشاهدون تشاهدون هذه المضاء تشاهدون هذه المضاء تجدون أن تحصينا يبني إختار محلطه كونه أخبطه أخبط الوصف نحن يغرس نحن أخبطه نحن 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 أخبطه نحن في داخل تحتاج لهم أيضا وفي الدخلة يمكنك القلب اللرض نضع طماطيس الففل المعدنوس نضع القلب المعدن نضيف بطاطا والسلق والدجاج بالبشامل طيبة في الماء والملح نضيف بطاطا والدعم نضيف بطاطا والدعم نضيف بطاطا بالدعم السلق يطيب في المقلاب سوف يطيب في المقلاب سوف يطيب في المقلاب سوف يهوض ملح 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 تجاج تجاج ملح تجاج تجاج ملح وقضي في المقلاب نطاق ويعطيك تجاج نفتح على سلق وضع الملح وضع الفلفل اسود ثم من الملح والفلفل امليح نضع قطعة صغيرة على زبدة وصهبون نحرك ونطفي عليها هنا يدت الدجاج شعر بطاطا نضيف حريرا على الصفات سوف نضيف البطاطا تحتاج إلى بعض التجمع ثم نجد بطاطا نضيف البطاطا مع الحرير نضيف البطاطا مع السرق مع الحرير نفرغ البشامل فوق البطاطا نحن ندخل مليح البشامل لتخلط البشامل ندخل الطيب في الفرن نجمع قليلا نجمع قليلا نحن نخرج الطيب فوقها في خماج غابي نضغط البشامل نحن نتجمع القليلا نجمع خماج غابي نجمع قليلا فوقها سندهب الكمبيل لنجمع بضل لاأباب البشامل لما نجمع بشاهدة تومي قليلا توق subsidy نتمنى ان تجربوا هذه الوصفات و سوف ننصحكم به نتمنى ان تكونوا فوتوا معايا وقت ممتع و هذه الوصفات يكونوا عجبكم و استفدتم منهم نتمنى ان شاء الله في روتين قادم باذن الله و وصفات قادمة سلام في فيديو جديد